ألقى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمة خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهايدروجين الأخضر ومشتقاته وعبر رئيس مجلس النواب عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته بمؤتمر المناخ كوب 27 بشارم الشيخ بتوطين مشروعات الهايدروجين الأخضر ومشتقاته في مصر بما يحقق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة ويسهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة في هذا المجال أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهات سيادته بمؤتمر المناخ كوب 27 بشارم الشيخ بتوطين مشروعات الهايدروجين الأخضر ومشتقاته في مصر بما يحقق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة ويسهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة في هذا المجال ويعمق من مساهمة القطاع الخاص في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني والتي كان لها عظيم الأثر في سبيل إعداد مشروع القانون المعروض على حضراتكم والذي يمثل واجهة مصر الاستثمارية في هذا القطاع اشتركوا في القناة